السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة انتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم واحدة طرطة اللي هي سهلة وكدي لديدة واني بطريقة جيد سهلة خليكم مع الفيديو حتى الاخير بنتبه المكونات غادي نحتاج وفلاجة نواز واحد البيضة مهم انا غادي نخدم معكم المقادير مع الطريقة ونضيف عليها واحد سكر الفاني ونضيف واحد سكر سانيدة وستة المعلقة كبار ديال الزيت سوف نخلط المكونات مزيان بطريقة العادية اما تستعملوا اضطرة بالكهربائي او او غير هاد اليدا ويادا كافي ونضيف واحد ستات المعلقة كبار ديال الحليب ونخلط المكونات كاملها بالنسبة للطريقة في المجموعة سوف نضيف واحد ستات المعلقة كبار ومقادرت هنا في اللوفو الخمسة وضفت واحدة المعلقة كبيرة ديال كاكا وضفت خم خمارة خمارة واحدة من وزن 8 قرام ونخلط المعلقة أو معد أخرى كبيرة لاحقا قدرت المعلقة كبيرة حتى سبعة ديال كبيرة وصلت تحت تحت معلقة المعلقة الاخرية تحتاج جسد كيف يمكنك هذا المجموعة ستات المعلقة كبيرة ثلاث مني ونخلط المكونات كاملها نجد مزيدا من الكاكاو ونضغط المول داخل فضر ونصبخ الماء لتجمع النقر ونحن لتقوز نضيف مرش الحليب نضيف مرش الحليب نضيف مرش حليب نضيف من 2 صفحة الحليب خلال كراميل خلال كراميل خلال PSO تستعمل أي شخص يجب أن تستعمل سوف نضيف لي 1 ساشة فلون كرامل وستعملت من الحجم الكبير نخلط المكونات جيدا نضيف فوق النار مع التحريك المستمر ونضيف طريقة فلون العادية حتى يصل إلى مرحلة الغلايا ونضيفه 1 دقائق بعد ذلك نحيده نحتاج بسكوبي هيرنيس لا يمكن أن تستعمل بحلقة ونسكافي قهوات سريعة الدوابان ونحتاج ملقة صغيرة الكاكاو بعد ذلك نضيفه نضيفه في الخلط الكهربائي ونضيفه هذا البيسكوبي نضيفه فية ورق الكهربائي ونضيفه صغيرة الكاكاو ونضيفه ثم نضيفه سوف نضغط عليها شوية لبسكويتر بسكويتر طابل يجب فلون و نضغط عليها مكونات كاملة هذا هو القوم الخليط الذي ستجعله لجاء الخليط تضغط عليها جيد تضغط عليها و تعاوش تضغط علي مكونات كاملة و نضغط علي الخليط المول يجمد بسرعة ودخلت الثلاجاخ لتحته بردت مزيان اخترت الزينا غير بضانيت ويبقى اختياري تستطيع تصويب القانش ويجب ان تكون تسهل ويجب ان تكون سهلة ويجب ان تقوم بسرعة سوف تقوم بتحديد مرشدة تلاجة خلية تحت البردات شوية حيث تعمل من المول هذا هو الشكل النهائي فيما تشاهدون سوف نزينها بهذه الحبيبات التي يكونها كاملة أو لا تقدروا تخليها هنا غيرها كما فيها والوت هي كتبان في المنظر هذه هي الطرقة التي اشاركت معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة